بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فنبدأ بتوفيق الله تعالى في شرح الوحدة الأولى من مقرر أسس المنهج والتي بعنوان مفهوم المنهج ونتناول فيها الموضوعات التالية أولا أهمية دراسة مقرر أسس المنهج بالنسبة للمعلم ثانيا المفهوم التقليد للمنهج المدرسي كما نبين في هذه الوحدة النقد الموجه للمفهوم التقليد للمنهج ونعرج أيضا على المفهوم الحديث للمنهج المدرسي وأخيرا بعض المفاهيم المرتبطة بمفهوم المنهج المدرسي أولا ما أهمية دراسة مقرر أسس المنهج بالنسبة للمعلم تعدي دراسة علم المنهج أمرا مهما لكل من له صلة بعملية التربية بصفة عامة وللمعلم بصفة خاصة لأنه هو الذي يقوم بتنفيذ المنهج المدرسي والمعلم الجاد هو الذي يسأل نفسه دائما من أعلم ماذا أعلم لماذا أعلم كيف أعلم وكيف أقيم ما علمته والإجابة على الأسلة السابقة تتضمن العناصر الأساسية لأي منهج دراسي كان وهذا الأمر يستوجب إلمام المعلم بمكونات المنهج المدرسي الذي يستخدمه وفيما يلي بيان أهمية دراسة مقرر أسس المنهج بالنسبة للمعلم تمكنه من معرفة أهداف المادة الدراسية التي يقوم بتدريسها مما يجعله يؤدي دوراء التدريس بكفاءة ونجاح تكسبه القدرة على صياغة الأهداف صياغة إجرائية واضحة يمكن ملاحظتها وقياسها أيضا من أهمية دراسة مقرر أسس المنهج بالنسبة للمعلم تساعده على معرفة المعايير التي يتم في ضوءها اختيار المحتوى التعليمي وتنظيمه تساعده على اختيار طريق التدريس والأنشطة والوسائل التعليمية تمكنه أيضا من معرفة أساليب التقويم المختلفة وهكذا نلاحظ أهمية دراسة المنهج بالنسبة للمعلم الأمر الذي جعل التربويين يهتمون بهذا الميدان وتطمينه في برنامج عداد المعلمين حتى يدرك الطالب تفاصيل هذه المنهج الدراسية قبل تخرجه وممارسته مهنة التعليم